بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب مجدداً في مقرر المهارات الإدارية اليوم بإذن الله سنتطرق إلى مهارة مهمة في عمل السكرتير ألا وهي الرد على المكالمات الهدفية لذلك السكرتير لا بد أن يتقن هذه المهارة لكي ينجز عمله بشكل صحيح ولكي أيضاً يتواصل مع الأطراف الأخرى بشكل صحيح لأن كما تحدثنا أن السكرتير هو أول من يستقبل المكالمات أو يستقبل الزوار لذلك حينما يكون الرد بشكل مميز سيعكس انطباع جيد عن المنظمة لذلك هذه المهارة مهمة سنتعرف عليها بإذن الله هذا اليوم لكن قبل ذلك دعونا نستذكر المهارات وكل ما يتعلق في السكرتيريا والسكرتير بعد ذلك نبدأ بدأسنا لهذا اليوم نحن ما زلنا في الوحدة الثانية وتحدث عن السكرتيريا واليوم أيضاً سنراجع بشكل سريع ما تحدثنا عنه في السابق وتحدثنا أن مصدر كلمة سكرتير أتت من اللغة الإنجليزية من كلمة سكرتاري وتحدثنا أن هناك أنواع كثيرة من السكرتاري من أهمها هو السكرتير التنفيذي الذي سنركز عليه وهو الشخص الذي يقوم بماذا؟ تحدثنا عنه أنه هو الشخص الذي يقوم بمساعدة مسؤول أو مدير على ماذا؟ على إنجاز الأعمال تحدثنا أن هذا المدير أو المسؤول يكون لديه مهام كبيرة وبالتالي هذا السكرتير التنفيذي سيقوم بمساعدته على إنجاز أعماله تحدثنا أن مهام السكرتير التنفيذي عديدة ما هي هذه المهام؟ تذكر معزي الطالب أنه لنا عديد من المهام للسكرتير التنفيذي ما الذي يقوم به السكرتير التنفيذي في عمله؟ تحرير المراسلات يقوم بتحرير المراسلات والمكاتبات وأعدادها سواء من ناحية الشكلية من ناحية القانونية كل ذلك مساعدة طبعا بعرضها على هذا المسؤول الذي سيكون مساعد له أيضا تحدثنا أن من مهام السكرتير معالجة المكالمات لهذا اليوم أيضا معالجة المعلومات وصنيف الملفات إلى آخر من المهام التي طرقناها في هذا الدرس تحدثنا عن صفات السكرتير الناجح ما هي صفات السكرتير الناجح؟ السكرتير الناجح لا بد أن يتصف بصفات تجعله ناجح في عمله من أهمها تذكر الاغتناع برسالة المنظمة لا بد أن يقتنع بالعمل الذي يقدمه ورسالة المنظمة ورشاطية لكي يعكس هذا على عمله كذلك من الصفات لا بد أن يكون ما ظهره حسن لا بد أن يكون سريع في البديهة لديه قدرة على التعامل مع البيانات لديه قدرة مع التعامل مع التقنية أيضا تحدثنا أنه لا بد أن يكون بشوش صبور أيضا تحدثنا بعد ذلك انتقلنا إلى درس آخر وهو ترتيب المواعد السكرتير لا بد أن يقوم بعمله ترتيب المواعد كيف يرتب المواعد؟ كيف يرتب المواعد؟ تذكر معي تحدثنا أنه لا بد أن يعد سجل يقوم بإعداد سجل هذا السجل يحتوي على ماذا؟ على بيانات ما هي البيانات؟ هي بيانات الشخص الذي يديه موعد وأيضا رقم الجوال وأيضا تاريخ المواعد والموضوع الذي سيأتي من أجله لماذا يهتم السكرتير بهذه المعلومات؟ حينما يكون هناك حالة طارية أو هناك تقديم أو استفسار أو المدير لديه مهمة عاجلة أو طارية بالتالي يستطيع السكرتير التواصل وتأجيل هذا الموعد مع الشخص قبل أن يأتي تحدثنا أن أغلب الشركات تهتم بالمواعيد لذلك لا يأتي شخص إلا بموعد لكن هناك حالات بالإمكان استقبال الزوار بدون موعد ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى لأهمية الموضوع قد يكون موضوع مهم ولا يحتمل التأجيل وبالتالي قد يأتي بإمكانه إدخاله على هذا المسؤول دون موعد تحدثنا أيضا أنه بإمكان السكرتير أن يدخل شخص دون موعد لأهمية أيضا الشخص إما لهمة الموضوع أو أهمية الشخص الذي يزور هذا المسؤول المسؤول قد يأتي زوار منافسون قد يأتي زوار من مسؤولين كبار وقد يأتي بالنسبة لهذا المدير مهم هذا الزائر وبالتأكيد سيكون السكرتير يرحب به ويدخله على المدير طبعا بعد التنسيق مع هذا المسؤول أيضا تحدثنا عن المكتب ما هو المكتب؟ المكتب هو المكان الذي يقوم السكرتير بإنجاز أعماله فيه المكتب أيضا هناك مصطلع آخر أعمال مكتبية ما هي الأعمال المكتبية؟ هي التعامل مع ماذا؟ مع البيانات فقط الورقية حتى الرقمية لا بد أن السكرتير يتعامل مع البيانات الرقمية والورقية كلها على حد سواء والآن نحن في نعيش تحول في عمل التقنية لذلك لا بد أن يكون السكرتير ملم بهذا الأمر تحدثنا أن المنظمات تهتم بالمكاتب والمدير المكتب لماذا تهتم بهذه المكاتب؟ نجدهم يجلبون أجود أنواع الأثاث الكراسي لماذا؟ لأنه يعكس على زيادة الانتاجية والراحل المدى الموضوع وبالتالي سيسرع من العمل ويكون هناك إنجزاء بشكل أكبر بعد ذلك تحدثنا عن تصنيف الملفات السكرتير لا بد أن يصنف الملفات بشكل صحيح التصنيف هو تقسيم الملفات إلى ماذا؟ إلى مجموعات رئيسية وهناك عوامل مؤثرة في التصنيف ما هي هذه العوامل؟ هناك ثلاثة عوامل العامل الأول حجم الملف قد يكون بعضها ملفات صغيرة كبيرة ذلك قد يكون تصنيف الملفات الصغيرة من بعضها البعض والكبيرة من بعضها البعض لأنك تطلب مساحات كبيرة وبالتالي أدراج كبيرة أيضا من العوامل نوع الحماية تحدثنا أن هناك مستندات وملفات سرية وملفات عامة وبالتالي السرية يكون حفظها بطريقة مختلفة بطريقة حذرة أخيرا تحدثنا أن فترة الحفظ هناك بعض الملفات تحتاجها على فترة غصيرة وبعض الملفات تحتاجها بعد فترة طويلة وقد لا تحتاجها لذلك تختلف عملية الحفظ لأن الذي تحتاجه بشكل سريع قد يكون قريب من السكرتير لكي ينجز أعماله بشكل أسرع تحدثنا عن طرائق التصنيف هناك عدة طرائق طريقة الأبجدية ممتاز تقوم على ماذا؟ على الأسماء والحروف بحيث نشاهد ذلك في سجل مثلا كشف الحضورة المعلم يبدأ مثلا في أحمد إبراهيم كل ذلك إلى مثلا في النهاية يوسف كل ذلك من خلال الأسماء والبيانات لأن الحروف مرتبة بشكل أبجدي قد يكون أيضا باللغة الأجنبية أيضا هناك طريقة الأرقام العددية تحدثنا عن أفضل الطرق وأسهلها وأسرع لماذا؟ لأنها تتميز بالمرونة والسهولة في إضافة الملفات لأنها يتبين للسكرتير من خلال الرقم ويستطيع ترتيب الملفات تحدثنا عن من أنواع الطرق الجغرافية وأيضا الطرق ديو العشري وتحدثنا عن سبع طرق من الطرق التي يستطيع السكرتير أن يصنف بعد ذلك تحدثنا أيضا هناك فارسة ما الفرق بين تصنيف الملفات وفارسة الملفات؟ هذه الملفات بشكل عام تصنف إلى مجموعات لكن الفارسة حينما يأتي يفتح الملف هذا السكرتير ويبدأ بإعداد فهرسة في هذا الملف كل الوثائق يبدأ وضعها على شكل جدول على شكل قائمة بكل ما يحتوي هذا الملف لكي أيضا يسهل العمل من أهدافها تسهيل العمل تحدثنا هناك أنواع من أشهرها الآن نعيشه هو فارسة عن طريق البرامج الحاسب وكذلك في السابق لديهم الفارسة المطبوع يطبع كشكل كتاب ويكون ما يحتوي جميع الملفات تكون مطبوع على شكل كتب وبالتالي يسهل عمل السكرتير كذلك فارسة الأوراق السائبة وليأخير من الأنواع التي اطلقناها في هذا الدرس بعد ذلك تحدثنا عن حفظ الملفات أملفات لا بد أن تحفظ لماذا؟ لكي لا تتلف وأيضا لا تضيع وبالتالي لا بد أن تحفظ كيف؟ هل هناك إجراءات لحفظ أو باستطاعتنا حفظ أي ملف؟ بالتأكيد هناك إجراءات أولى هذه الإجراءات لا بد أن تتأكد من التراخيص بعض الأوراق والمستندات لا تستطيع حفظها وبالتالي لا بد أن تأخذ أذن في عملية حفظ ملفات وعملية الاسترجاع لا بد أن تتم بشكل صحيح لكي يضمن حق الموظف والسكرتير حينما تعيد ورقة ولا توثقها وتضيع هذه الورقة من سيكون المسؤول؟ هو السكرتير وبالتالي لا بد أن يوثق أنه استرجاعها وعاد إلى ملفها لدى المسؤول عن الإرشيف بعد ذلك تحدثنا عن المنظمة يكون هناك عدة اتصالات وأنواع من الاتصالات مع المنظمات الخارجية مع المسؤولين في داخل المنظمة مع الموظفين وبالتالي هناك الاتصال اللفظي الاتصال عبر التقنيات الاتصال الشفهي وهناك الاتصال الكتابي وهو كان عنوان درسنا السابق تحدثنا عن أهميته لأنه يحفظ ماذا؟ حفظ حقوق المنظمة كذلك ضربنا مثال حينما تذهب من المتجر جهاز ويعطيك إيصال أو فاتورة هذا سيضمن لك حقك بحيث إذا كان هناك عطل تستطيع استبداله وتستطيع أيضا استرجاعه بعض الاعتبارات المهمة تحدثنا لابد أن يراعى في اتصال كتابي استخدام علامة الترقيم النواحي الشكلية لون الخط حجم الخط كل ذلك على حسب ما تراه المنظمة أنواع المراسلات تحدثنا هناك النماذج هناك التعاميم هناك بطاقات البلدية وتحدثنا أن التعاميم هدفها ماذا؟ نجد منظمات تقوم بعمل التعميم هدف التعميم ماذا؟ هو توحيد الإجراءات حينما يترسل دارة تعليم لمدارس الانتقال للتوقيت الشتوي هو الهدف أن كل المدارس تنهج أو تمشي على هذا الوقت وبالتالي نوحد هذه الإجراءات بعد ذلك تحدثنا عن البريد وأهميته البريد مهم للتواصل مع الآخرين البريد مهم لإستقبال المعاملات لإرسال المعاملات هناك إجراءات للبريد الصادر أو الوارد تحدثنا بريد الوارد يبدأ من خلال تجميع البريد بعد ذلك فارزه وتأكد من الملفات تأكد من أنها لا تحتوي على معلومات سرية معلومات شخصية وبالتالي إذا كان هناك معلومات شخصية لا بد بحضور هذا الشخص أو سرية لا بد بحضور المسؤول والصادر أيضا تحدثنا أنه لا بد يتم وفق آلية معينة وهي بدءا بتحديد الشكل الذي سيرسل به هذا الخطاب أو هذا البريد وبعد ذلك نفتح الملفات ونقوم بتغليفها ونقوم بلسق الطوابع عليها ونضع الجهة التي سنرسل لها هذا الملف أو هذه الرسالة ونضع عنوان المنظمة كل ذلك من الأشياء المهمة في إجراءات البريد الصادر والد كل هذا العمل سيقوم بالسكرتير ولا بد أن يقوم بشكل احترافي ولان أيضا تساعدنا التقنية في عملية المهام أو في إعداد هذه المهام اليوم سنتحدث عن المكالمات الهاتفية المكالمات الهاتفية نهدف فيها الدرس أن تحدد القواعد الهاتفية لإجراء مكالمة هاتفية وأن تطبق هذه المهارة تجرب هذه المهارة تعيش دور السكرتير وبالتالي ستطبق هذه المهارة وإيضا باستطاعتك أن تطبقها في المكالمات التي تجري بينك وبين الآخرين هذه موضوعنا القواعد وكذلك المهارة الرد تمهيد دعونا نأخذ هذا التمهيد سالة منصور زميلة خالد الذي يعمل سكرتيراً لأحد المديرين بإحدى الشركات يسأل زميلة ما الأعمال الذي قمت بها هذا اليوم في عملك يا خالد أجاب خالد لقد كان يومي حافلاً بالأعمال الشيقة والمنوعة ومن هذه الأعمال بدأ خالد بسرد هذه الأعمال كتابة الملاحظات وكتابة الخطابات على الموجهة لبعض العملاء الشركة أيضاً الاتصال على مجموعة من العملاء بخصوص تغيير موعد مرور مندوبي المبيعات استقبال بعض المراجعين لمكتب مدير أيضاً الاتصال بإحدى الشركات خارج البلاد لرغبة المدير في التحدث مع أحد المسؤولين فيها أيضاً الرد على عدد من المكالمات الهاتفية أثناء غياب المدير خارج المكتب دعونا نتساءل ما العمل الذي أخذ معظم وقت خالد في العمل من خلال هذا التمهيد نجد أن خالد أمضى وقت طويل في عملية اتصال مع العملاء بتنسيق مواعيدهم بتأجيلها وكذلك الاتصال بشركات خارج البلاد وكذلك الرد على المكالمات والاستفسارات إذن الاتصال والمكالمات تأخذ وقت طويل أو تأخذ جزء كبير من مهام السكرتير لذلك لا بد أن يكون هناك آلية وطريقة صحيحة وهذا ما سنتعرف عليه بإذن الله إذن طبيعة الاتصالات سواء داخلية خارجية كما ذكرنا وأيضا هل القيام بالإجراء المكالمات سهل أو هناك بإمكان أي شخص أن يقوم به أو لا يوجد طرق معينة بالتأكيد سنتعرف هذا اليوم على الطرق وكيف يكون السكرتير أو كيف يقوم السكرتير بالرد على المكالمات بشكل صحيح كثيرا ما يحتاج السكرتير لإجراءة الصلاة هاتفية وقد تكون هذه المكالمات داخلية سواء داخل المنظمة أو داخل المنطقة نقصد بها أو خارجية سواء خارج منظمة أو خارج الدولة إلى دول أخرى خاصة إذا كانت هناك صفقات هناك معاملات مع شركات أخرى وبالتالي يحتاج السكرتير أن يتواصل مع الأطراف الأخرى وحتى تكون المكالمة فعالة وتحقق أهدافها فيجب مراعاة ما يليه أولا تحديد الهدف من المكالمة ومعرفة المعلومات المطلوبة ويفضل تجهيز ورقة وقلم لتدوين ذلك يجب على السكرتير أن يحدد الهف لماذا هو يريد أن يتصل بهذا الشخص لا يأتي أثناء المكالمة وبعد ذلك ينسى نشاهد ذلك في حياتنا اليومية نتصل به أشخاص وبعد ذلك نفقد أو ننسى ماذا نريد وبالتالي السكرتير لا يمكن أن يقوم بعملي بهذا الشكل لا بد أن يعد الهدف ويكتبه ويدونه وأيضا يسجل المعلومات التي يريدها من الطرف الآخر لكي تكون لا يقوم بعملية اتصار وبعد ذلك ينسى معلوماتهم يتصل مرة أخرى قد لا يسمح الوقت الطرف الآخر وبالتالي لا بد أن يكون هناك ورقة يدوم فيها الخطاب أو الحوار الذي تم مع هذا الشخص أيضا قبل أن يبدأ في الاتصال التأكد من رقم الهاتف ومعرفة الجهة التي يتم الاتصال بها ومعرفة اسم المتلقي أو منصبه لا بد أن يتأكد من أن هذا الهاتف هو للشخص الفلاني وبالتالي حينما اتصل عليه نناديه بأفضل أسماء ونناديه بمنصبه نناديه باسمه المشهور وبالتالي لا بد أن نتأكد من هذا الرد كذلك حينما تتصل لا بد تنتظر بعد إجراء الاتصال لنهاية الرنين لا تقوم بالاتصال فقط لمجرد الاتصال وتغلق الهاتف لا بد أن يتم الاتصال ولا تقطع إلا مع نهاية الرنين في حالة الرد لا بد أن تبدأ بتعريف نفسك ومنظمتك أنا محمد مثل ذلك منظمة شركة السعودية أو مثلا وزارة التعليم أبدأ أعرف بنفسي للطرف الآخر لكي يكون الطرف الآخر على بينه مع من يتحدث كذلك إذا كانت المكالمة دولية يجب مراعاة أوقات العمل ومراعاة فارق التوقيت في بلد المتصل فيه إذا كانت دولية لا بد أن نراعي اختلاف التوقيت قد يكون لديهم في المساء ولدينا في الصباح وقد يكون العكس لذلك لا بد أن نراعي وكذلك داخل مثلا في المملكة السعودية لا بد أن نراعي أوقات الصلوات أوقات الراحة لا بد أن نراعي هذه الأمور ولا يكون السكريتير يتصل في أي وقت أو في وقت متأخر من الليل أو في أوقات معروف هناك أشغال لهذا المسؤول لا بد أن نراعي التوقيت هذا ما سيقوم بالسكريتير بشكل آخر وهي أولا تحديد الهدف ومعرفة المعلومات تأكد من رقم الهاتف الانتظار بعد إجراء مكالمة في حالة الرد عرف بنفسك إذا كانت المكالمة الدولية يجب عليك معرفة أوقات العمل إذن سيقوم السكريتير في كل مكالمة بهذه الخطوات لا بد أن يقوم بها لكي يكون مظهره أو يكون اتصاله في محله الرد على المكالمات حينما يأتي السكريتير مكالمة لا بد أن يرد بشكل صحيح تناولنا عملية الإجراء الآن سنتناول عملية الرد على المكالمة إن الدور الذي يؤديها السكريتير في التعامل مع الاتصالات الوالدة للمنظمة له أثر كبير على كفاءتها ومستوى الخدمات التي تؤديها لذلك فالسكريتير الجيد هو الذي يعالي استقبال المكالمة الهاتفية بصورة صحيحة وحتى يستطيع السكريتير إدارة المكالمات الهاتفية بمثالية وفاعلية يجب أيضا عليه مراعاة قواعد سنذكرها الآن إذن هناك قواعد لا يتم الرد بشكل عشوائي لا بد أيضا أن يقوم السكريتير بالتعامل مع المكالمات التي تأتيه بقواعد معين أولى هذه القواعد الإجابة المباشرة عن المكالمة عند سماع الجرس لا ينتظر إلى أن يغلق أو يجعل المتصل ينتظر لفترة طويلة لا بد أن يبين وهذا سيعكس صورة إيجابية أن المنظمة تنتظر اتصال العميل تنتظر اتصال هذا الشخص وبالتالي سيعكس صورة طيبة لدى المتصل أيضا التعريف بنفسه والمنظمة حينما يتم الرد جاء ذلك في المنظمات الكبيرة حينما تتصل بمنظمة سيبدأ هذا المنظف بالتعريف بنفسه والمنظمة وأيضا عبرات الترحيب والمناسبة ونبتعد عن التحايا المبالغ فيها وكثرة تكرارها لا بد أن تكون تحية لذلك نجد منظمات كثيرة تقوم بتوجيه المنظفين ببعض التحايا التي لا بد أن تذكر في بداية الاتصال أو المقابلة أيضا من الأشياء المهمة عملية الإصغاء لا بد أن تترك المجال لهذا الشخص وتصغي إليه وبشكل جيد لكي تفهم ما هو أو ما هي المشكلة التي لديه أو ما هو الطلب الذي أو ما هو الاستفسار الذي يسأل عنه أيضا إعطاء المعلومات المطلوبة بكل لطف لا بد أن تعطيها بصدر الرحب لا بد أن تبين أنك تقدم هذه المعلومات بكل ود وبكل سروق كذلك من القواعد المهمة هو إمساك سماعة الهاتف بالليد اليسرى والكتابة إذا كان الشخص يكتب بالليد اليمنى يمسك السماعة بالليد اليسرى والعكس كذلك إذا كان يكتب بالليد اليسرى لماذا؟ لكي يدون كما ذكرنا لا بد أن يدون ما يجري في الاتصال لكي لا ينسى ولا يعتمد ونفترض أن السكرتير لا يعتمد على ذاكرته وأن يجعل هذا المكانم اختبار لقدراته وإمكاناته لا بد أن يطبق هذه الاستراتيجية لكي لا يقوم بعملية تكرار الاتصال أو عدم فهم العميل وهذا قد يسبب مشاكل مستقبل أيضا من المهم في القواعد أن يعرف أماك تواجد المدير لتحويل المكالمات المدير قد ينتقل إلى قسم آخر قد يذهب إلى مكتب آخر وبالتالي لا بد أن يعرف أينه وحينما يتطلب الأمر التحويل المكالمة بالتالي يسهل عليه تحويل المكالمة كذلك تسجيل الرسائل الهاتفية الواردة أثناء غياب المدير حينما يكون هناك غياب المدير أو رحلة أو رحلة عمل أو إلى آخره من الأمور أو إجازة لا بد أن يكون هناك تسجيل لهذه الرسائل سواء تسجيل عن طريق التقنيات أو من خلال تسجيل تدوينها في أوراق كل ما تم فيها كذلك عدم ترك المتصل على انتظار لمدة طويلة وهذا أيضا من أداب الردع الاتصال لا تترك العميل أو المسؤول الذي يتصل بك كسكرتير تجعله ينتظر لفترة طويلة لا بد إذا كان الأمر سيطول ستبين له وتطلب منه معادة الاتصال في وقت آخر أو أنك تقوم بتحويله إلى الشخص المناسب أيضا من المهم جدا أن لا يكون هناك أعطاء لمعلومات سرية على منظمة بعض الأشخاص يكون لديه تطفل يكون لديه استفسار في غير محلة بالتالي السكرتير لا بد أن يكون شخص رزين شخص سريع البديهة لا يعطي معلومات قد تضر المؤسسة أو تضر المنظمة لدينا أيضا المنظمات تهتم بأدلة الهاتف الهاتف لماذا؟ لكي أيضا يسرع عملية الاتصال ويكون هناك دليل يستطيع السكرتير الوصول له وبالتالي اتصال بالشخص المراد ليقوم السكرتير بإجراء المكالمات الهاتفية بسرعة وفاعلية لا بد من توافر عددا من الأدلة الهاتفية وذلك تسهيل عملية البحث عن أشخاص أو منظمات المرغوب الاتصال بها ومن أهم هذه الأدلة ما يلي؟ لدينا الهاتف الخاص دليل الهاتف الخاص ودليل الهاتف المنظمة ماذا نقصد بالهاتف الخاص والمنظمة؟ دعونا نفصل فيها بشكل سريع دليل الهاتف الخاص هو الدليل الذي يسجل في السكرتير الأرقام التي يتم الاتصال بها بشكل مستمر ويحتوي دليل الهاتف الخاص على أرقام خاصة تخص المدير الذي سيكون مساند له هذا السكرتير بمعنى هذا الدليل الخاص يكون لأعمالها الخاصة وأيضا أعمال التي تتعلق بمسؤوله الذي يعمل عنده لكن بدليل العام أو الدليل المنظمة يكون لجميع المنظمة وهذا يصدر عن المنظمات الكبيرة خصوصا دليل يحوي هواتف الإدارات والأقسام والفروع كما يحوي أيضا جميع أرقام المنظفين في الإدارات والأقسام ويكون هناك تحويلات لكل موظف داخلية وأيضا هناك رقم مباشر كما يمكن أن يحوي على المعلومات إضافية حينما تكبر منظمة ولا يستطيع السكرتير أن يحفظ كل الأرقام وبالتالي يكون هناك دليل يستطيع السكرتير حينما يريد معاملة من قسم آخر أو الدار أخرى يستطيع الرجوع له بشكل سريع إذن الأدلة هناك نوعين الخاص يتعلق بأعمال السكرتير والمسؤول عنده والعام أو المنظمة يكون لجميع الموظفين إلى هنا عزيزي الطالب نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم بإذن الله في الدرس المقبل سنتحدث عن عملية تدوين المكالمات وكيف يتم عملية تسجيلها شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته